السلام عليكم يعطيكم العافية هذا الموقع مميز جدا يساعدك انك انت تسوي نظام حجز مواعيد لمراجعة جهة معينة مثل ما انتو شايفين اقدر اعب البيانات اللي انا ابيها وبعدين اضغط على ارسال خلونا نتعلم اش لون نسوي هذا كله اول ما ندخل على هذا الموقع علشان نستفيد من الخدمات اللي قدمها لازم نسجل نروح نضغط على رجستر ونعب البيانات المطلوبة بعد ما عبنا البيانات المطلوبة من الاسم والايميل واسم المستخدم والباسفورد نضغط على sign up بعد ما سجلت وخلص يطلب مني اني افعل حسابي اروح ادخل على الايميل هذه هي الرسالة بمجرد ما اضغط عليها اقول لك confirm بمجرد ما اضغط confirm تم تفيل حسابي بنجاح بعد ما اتفعل حسابي اروح عند النماذج اروح اسوي نموذج جديد create for ميزة هذا الموقع انه يوفر لي نماذج كثيرة مو بس حجز مواعيد ممكن نسوي نموذج تسجيل ممكن نسوي نموذج دفع يعني ما شاء الله يحتوي على كثير من الخدمات احنا نبي حجز موعد نروح مكتوب هني booking for نضغط عليه بمجرد ما اضغط عليها رح يطلع لي هذا النموذج هني اقدر اعدل هني مكتوب اقدر ابدل حجز موعد هني اكتب الاسم الاول او الاسم الكامل هني اكتب رغم التواصل هني اكتب تاريخ المراجعة هني اكتب وقت المراجعة هني اكتب جهة المراجعة تغريبا هني ممكن اكتب بالوصف مثل الوصف اللي انا كاتبة مثل مثال المدير المدرسة مثلا هني نكتب سبب المراجعة هني ملاحظات بعد ما كتبنا في شغلات لازم نعدلها على سبيل المثال عندي جهة المراجعة هني معطيني location هذا علامة location انا لازم ابدلها اخليها تكست قابلة للكتابة وين اروح في عند هني زر الاعدادات مجرد ما اضغط عليها هني معطيني عنوان انا ما احتاج عنوان انا احتاج تكست اضغط على الادرس يقول لي شنو تبي بدالها ابي بدالها تكست يقول لي تبي تبدل اقول لي yes لاحظوا تبدلت بهذه السرعة وهكذا سبب المراجعة نفس الشيء تريح ان انتهينا من تصميم النموذج ننتقل الحين الى الشكل design لو تلاحظون ان يحتوي على قوالب رائعة فيهني عندي الوان جاهزة او عندي الوان متحركة مثل من انتو شايفين بهذا الشكل الجميل الرائع اختارون اللي ناسبكم مثلا عجبني هذا انتقل الى الخطوة اللي بعدها اللي هي الاعدادات بامكاني اتعامل مع اعدادات هذا النموذج لكن خلونا نتكلم عن نقطة مهمة جدا اني انا اقيد العدد يعني مثلا ابي اليوم حد مثلا عشرين واحد يراجع وممكن اقيدها ويدقفل النموذج عندي اروح عندي هنا وافعلها ويقول لي كم تبي العدد اقول مثلا عشرين وبس شذي انا انتهيت اقول له سيف بعدين اذا بشوف النموذج التصميم النهائي اضغط على زر علامة العين بيمكانك انك تشوفها على شكل كمبيوتر ولا على شكل ايباد ولا على شكل التليفون اذا الامور كلها يجبتك وتمام نضغط على back وناخذ الرابط بمجرد ما انسخ الرابط خلص شذي انا اقدر ارسله وين ما انا ابي لكن خلونا نشوف استاذ محمد وانا بطلع الردود علشان اتأكد كم عدد اللي طلب لحد موعد مسبق في مكتوب عندي هني records يعني عندي واحد لو اضغط عليه لاحظوا شون يعطيني مثل من تشايفين كم لعفيا